وصلت قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية تتقدمها في مناطق يمنية عدة وحققت قوات الشرعية انتصارات هامة في تعز ولحج وصعدة في ظل تقدم قوات دعم الشرعية في اليمن على مختلف الجبهات أعلن الجيش اليمني استكمال تحرير مديرية الصلو بإسناد من طيران التحالف العربي عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مديرية الصلو بشكل كامل عقب عمليات عسكرية مباغتة لمواقع الميليشيات وأشار إلى أنه يجري التعامل مع جيوب بسيطة متبقية للميليشيا في أطراف الصلو وسيتجه الجيش اليمني بعد هذا الانتصار إلى تحرير مديرية دمنة خدير التي تربط محافظتي تعز ولحج جنوب البلاد لتقطع بذلك أحد أهم خطوط إمداد الميليشيات وذلك ضمن العملية التي تم إطلاقها لاستكمال تحرير محافظة تعز بشكل كامل ورفع الحصار عنها إلى ذلك صد الجيش الوطني اليمني هجوما لميليشيات الحوثي قبالة جبل أضيق في محافظة صعدة بعدما تمكن من السيطرة على مواقع جديدة بعد مقتل أربعين عنصرا حوثيا في أعقاب كسر هجوم لهم في محافظة صعدة في غضون ذلك دمر طيران ومدفعيات تحالف دعم الشرعية في اليمن عددا من المركبات العسكرية التابعة للحوثيين في المحافظة وفي محافظة لحج جنوب البلاد سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من طيران التحالف العربي ضد ميليشي الحوثي الإنقلابية وأفادت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مواقع نجد الوزف وتبة الخزان شمال لحج فيما لا تزال المواجهات مستمرة في نجد التبة الحمراء التي تتمركز فيها الميليشي الإنقلابية بموازات ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات للميليشي الحوثية في مديرية كرش الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج ترجمة نانسي قنقر